دعيني أتقرب من شقيقة الراحل الفنان الكبير مكة عواد ونتحدث معها بتفاصيل أكثر السلام عليكم ومم عليكم السلام بقية بحياتكم حياتكم الباقية وليدي نعزيك بس هي وباسم قناة التغيير وجميع العاملين بها الله يحميكم وليدي الله يحميكم شون فارق الحياة الفنان الكبير والله يا بويا هو أمت عيني من زمان طلع من البلد وشان بامريكا ده ورد صفحة صحتة قصة وشفو فرجلية من السكر وقال بس هولا عملية أربع شرائية وإحنا على التصال ويا خابر قني قبل ما يجي حوالي بشم يوم خا عيني يا بحمد شلوني قلاني راح أجي حجي أموت يمكم قتلي لا خيي عمرك طويل تعالي إن شاء الله على عين طبال شهرين من رادي جيل العراق إجا عمد عيني قعد علي الصالح أجر بيت هو وابن محمد عنده بس محمد ابنة شبيرة وفب من زمان نخابره ونتصل عليها أول برحة جاني بالليل بالدعش بالليل هو وابنه وبنته ها عيني يا بحمد قعدنا سولفني قال والله أريد بيتي هنا يمكم بالدورة قريب عليك هذا بيت أخويه وبيته اختب صفنة قريب ابني غاد من عندنا قال أريد يمك قلت له بعيني خيي والله يا رايت قال الله يتممها علينا وصاحب رمضان وتجي يمنا نكوني لوطن ونقعود وانت ابن العراق وتعبت لهذا الوطن وضحات يا خيي علوة قال إن شاء الله يجيين الصبح التليفون هيا يا بي قومي قوموا ما كي مات اللهم صلي على محمد ما أدري والله يا ابني بعد هي أرادة رب العالمين على العين وعلى الرأس بس هو ضحال هالبلد وتعاب ونطي وما أخلى طلع كل شي ما أكو كل شي ما أكو ما أكو كل حقوق هنا بالبلد ما أكو كل حقوق الله وكيلك محمد كفيلك خصوصا قبل فترة من هو نقاعات وياه أنتو شفتوه أنتو شفتوه أكيد قالوا فلانداز علي وزير الصحة وهذا ونجيب ونودي وكل شي ما أكو دا أسألاني قلت لعيني ما أكو شي قال والله هو عنده يمين يحلف بروح أمنا قالوا دعتي شو روح أمي كل شي ما أكو خيي الله كريم إن شاء الله الله لا يعوزك وإحنا عندك والشر مو عندك والله كريم صبحنا هذا اليوم ما هساني ممصدق قال الحد هساني ممصدقة مكي بعد راح ودفنوه ما دي ما دفنوه وعد ربعد والله يا ابني والحمد الله على وعد رب العالمين الله يحفظكم يا أبا ويبارك بيكم إن شاء الله وينصركم أنت وقناتكم نصر عزيز المقدر شكرا بجاه هاي أيام المباركة أيام ربنان وشعبان يا ابني هذا ما بدي أنا شي أنا أسأقول لنفسي ش أسوي يعني هو كان جاي للعراق هنا يريد يقضي باقي أيامه وياكم ويانا وهم على قولتي اللي يقول ببطنة شبع غربة هو من تركيا طلع إلى أمريكا والحمد الله بعد هذا اللي صار وإحنا متأملين عشته يقعد يمنا ويرجع هو ذاك المكي عوادي اللي كل الدنيا تحلفه براسه والحمد الله والشكر لله كل شي ما حصل طلع مثل ما إجيه مثل ما راح الحمد الله كل الوعود قبل وفاة اللي نطرت إليها يبقى بس وعود بس وعود وداعدكم الله شاهد على ما أقول بس وعود كل شي ما أكو ما أكو كل شي ما حصل أبد وربك الحمد لله بعد هذا أمر الله يوليدي أمر الله أيضا زميلتي ننتقل مع أحد أقارب الفنان الكبير الراحل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله قبل ما توفل الراحل مكي عواد طلعب أكثر من مناشدة وتحدث عن حقوقه وعدم إعطاء لحقوقه وكانت أكو استجابات إلها هذه الاستجابات شنو كان مصيرا خصوصا أن تجتم تابع ويامكم ما ذكرت قبل ما نكون بالبث المباشر عفوا استجابات بس كلام الفلان لب استجابة الفنان مكي عواد وطلعت هو بس كلام فلان وفلان وكذا رئيس مجلس أو وزير بس وعود مكي عواد وما طالب بس حق التقاعدي اللي هو حق المشروع مكي عواد والله شنو أوليات وما أوليات إنه هو مكي عواد هو تاريخ مكي عواد يحتاج لتدور وراء أوليات ما هو وليات بس احنا نقول الحمد لله مكي عواد مات وما اعتاز الأحد بالعكس كانت الناس هي تعتازه ابن خير ومعروف وتاريخه معروف أنصفوه وأنصفوه تاريخه وإنجازاته ما شنصفوه تاريخه هم يقولون احنا نطالب بعودة الكفاءات وبعودة الفنانين وبعودة الناس اللي لها تاريخ في كافة المجالات شو تقولون تعالوا تعالوا شو يجونك وش ماكو بس وعود وعود شنسوا بعد فالحمد لله احنا نقول راح وما اعتاز الأحد ظل بكرامته وبعزة نفسه ويبقى هو مكي عواد تاريخه بعد لو مية سنة تاريخه ما ينسي نعم زمين كما استمعتي لهذه التفاصيل من عائلة الفنان الكبير الراحل مكي عواد يتحدثون عن فراقه بألم وأيضا عن عدم انصافه لغاية وفاته اليوم هنا في العاصمة بغداد بعد مسيرة في الغربة استمرت لسنوات كثيرة نعم بدر تعزين الحارة للذويه ولأوساط الفنية وشكرا جزيلا لك